نجم معتم جدا له جاذبية قوية لدرجة أنه يمتص حتى الضوء النجوم السوداء هذه كانت فكرة جون مايكل عن الثقوب السوداء قبل أكثر من 120 عام من النظرية النسبية لأينشتاين وهو أول من لاحظها بعد النظرية النسبية قدم الأب الروحي لعلم الفيزياء الفلكية كارل شفازشيلد تصوره عن الثقوب السوداء بأنها أجسام مخفية ذات فضاء كروي مشوه حول كتلة مركزية عمل بعد ذلك روبرت أوبنهايمر مع آخرين ليتوصلوا إلى فرضية أن هذا الجسم تكون بسبب انهياد نجم ضخم تسمية الثقوب الأسود أطلقها الفيزيائي جون ويلر بعد 50 عام في الجدار الطويل للفلكيين حول سبب اضطراب مسارات كوكبي زحل والمشتري وأن المشتري يدور خمسة مرة حول الشمس في كل مرتين لكوكب زحل كان إسحاق اليوتين يعرض في قوانينه أن هناك جاذبية ما تؤثر على مذارات الكواكب والتي تتسبب في عدم انتظام مسارتها واضطرابها من دون ذكر السبب حتى يضع بعد ذلك الفرنسي سيمون لابلاس التفسير العلمي لسبب هذا الاضطراب وهو نتيجة تأثر وتأثير زحل بجاذبية المشتري بما يعرف بالردين المداري في علم بيكانيكا الأجرام السماوية ليعرض لابلاس في كتابين يشرح فيهما أن المجموعة الشمسية تكونت من كتلة تدور من الغازات السخنة ويلحقه جان دي لامبر في شرح تفصيل حركة المشتري وزحل كانوا قديما يظنون أن الفضاء فارغ وأن النيازك التي تسقط على الأرض هي من تطاير حمام البراكين أو من ضربة صاعقة لصخرة ما نيوتن أيضا ظن ذلك حتى إرنست كلادن الذي فسر بأنها نيازك تسقط من الفضاء هذه الصخور الحديدية التي تعرضت لحرارة شديدة ودوران شديد إثر احتكاكها بالغلاف الجوي يعتقد أن النيازك التي تصل الأرض مصدرها من حزام الكويكبات التي بين المشتري والمريخ ويقدر إجمالي وزنها بأربعة في المئة فقط من وزن قمر الأرض أكبر هذه الكويكبات سيريس ومكتشفها جوزيف بياتزي هذه كانت حلقتنا اليوم سرعة الضوء وغير ذلك الكثير في حلقاتنا القادمة من قناة فلك فانتظرونا ترجمة نانسي قنقر